ويمكن تشكيل ألية أو بناء ألية أو إيجاد ألية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين بقيارة أو تحت إشراف وزيرية الخارجية حيبقى إضافة كبيرة جداً في هذا الإطار ثم تحدثنا أيضاً على التعاون في مجالات مختلفة زي التعليم وبناء القدرات بين البلدين وده أمر نقدره ونرحب به ومستعدين نتحرك مع شركائنا في ألمانيا إلى أكبر حجم ممكن من الجامعات والمدارس لأننا محتاجين هذا هنا في مصر أنا هنا يهمني أن أقول أننا نرحب بالشركات الألمانية للتعاون الاستثمار في مصر وبأكد لهم أنه مهم أول أنتم تكون متأكدين أننا استثماراتكم مؤمنة ومحمية بشكل كبير جداً وده التزام وأنا بأكده أمام إحنا تحدثنا به أثناء نقاشنا السنائي وحتى على مستوى الموسع ولكن أنا بسجله هنا في مؤتمرنا الصحفي أننا بنسجل أولاً التزامنا بإحماية الاستثمارات بصفة عامة والاستثمارات الألمانية وأيضاً المستحقات للشركات الألمانية وضعاً في الاعتبار وده أمر نتحدث فيه مع فخامة الرئيس وبتحدث معكم فيه لأنه مهم أول أنه كمان الناس تعرف أننا على مدى أربع سنين تعرضت مصر لأزمات ضخمة جداً جداً هي منهاش دخل فيها هي ما كانتش سبب فيها ابتداء من أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأزمة اللي موجودة حالياً بقالنا تقريباً دخلين على سنة فيما يخص قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر